اهلا بكم في مطبخين ويا رب كلكم تكونوا بخير هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جديدة خالص ولزيزة جدا زلابية التفاح والقرفة يلا بينا نشوف عملنا وصفتنا الساعة هنحط في الاول بيضة عليها باكو من الفانيليا ربع معلقة صغيرة من الملح كباية من الزبادي 125 جرام معلقتين اتنين كبار من السكر معلقتين اتنين كبار من الزيت هنقلب بقى المكونات السايلة دي مع بعض كويس قوي لجاية لما السكر يدوب هنجيب بقى 300 جرام من الدقيق أو كبايتين هنضفهم بالتدريج شوية بشوية ونقلب لجاية لما نخلص كمية الدقيق كلها بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من البيكنج بودر أو 6 جرام هنقلب بقى الدقيق مع العجينة كويس لجاية لما يختفي ولجاية لما العجينة تتلم وتبقى في صورة كورة بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من البيكنج بودر أو 6 جرام هنجيب بقى طفاحة هنقشرها وننضفها كويس ثم نضيف المبشرة من الناحية الصغيرة نبشر بها التفاحة وممكن أن نقطع تفاحة لقطع ثم نضيفها في الكبه ونفرن نضيف التفاحة المبشور على العجينة نقوم بمتازم إبقى ثم 3 معالق كبار ثم نضيف المكونات ثم نضيف العجينة ثم نضيف العجينة ونضيف البداية حلواني أو بلاستيك طلاجة نضيف العجينة لجاية لما نكمل العجينة كلها جوا الكيس هناخد بقى الكيس ممكن ان احنا نقفله من فوق باستك او باي حاجة عشان لما نيجي نحط العجينة في الزيت العجينة ما تقعش من الكيس من فوق هنجيب بقى شوية من السكر اربع او خمس معالق كبار حط عليهم معلقة او معلقتين اتنين صغيرين من القرفة هنقلبهم مع بعض كويس وبكده ده هيكون جاهز معانا لما الزلابية تطلع من الزيت هنقص بقى طرف الكيس وبعدين هنستنى لغاية لما الزيت يسخن بعد ما الزيت يبقى سخن جدا هنقص بقى العجينة زي ما احنا شايفين كده قطع صغيرة ممكن كمان تبقى قطع اكبر من كده شوية كل واحد بقى حسب ما بيحب بعد كده هنحطها في الزيت ونقلبها واندنا بقى نقلب فيها كده طول ما هي محطوطة على زيت متوسط الحرارة لغاية لما تتحمل كلها وبعدين هنصف فيها ونطلعها في طبق اول ما نطلعها بقى من الزيت وهي لسه سخنة هنحطها في السكر بالقرفة اللي احنا جاهزناه وبعدين هنحطها كلها بقى ونجمعها في طبق ممكن كبديل للسكر والقرفة دي ممكن نرش عليها سكر بودرة مع علاقة صغيرة برضو من القرفة بحيث ان يبقى السكر يا اما سكر عادي يا اما سكر بودرة تبقى طرية ولزيزة وجميلة جدا جدا طفاح مع القرفة بيدوا طعم اكتر من رائع جربوها وان شاء الله هتعجبكم ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وإلى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله